بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحدنا قد داوانيسان دعوتي في وبرنامجكا ونقوم مقاعدة درنايس وقوتين تي قراد يكو ترتميس سي قراءاتك قرانك كريمكا جائسة الشيخ علي صوفي رحمه الله تعالى لباكونا يصدحي اللباتانكا وآهيد ملكي اللبات داعيسو مسابقادان ساندكي هورانا لباكونا اللبية اللباتانكي نوع نعضاي ساندكي مسابقاد現在六บ 일وانا لباكونا ن Marian عن القرآن الكريم chyba نرى السلام مثلا آ pleasures مصطفى شيخ SAMU سوف تتزوجة ISO من اجل دفعه عندما يعرف نهم قرانكًا ترجمة نانسي قنقر 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 منذ الحكر لم يكن من تحديد التعليم الذي ترسل الى القرآن المسألة ربما يحب العالم الإسلامي أمام العلم الإسلامية يشترك العلم القرآن ورحمة وعيال هناك علم الزعب وعبد الرشيد وعلى سراوي يشترك العلم الإسلامية تقدمت بترتيب شعركة مراتات عن معلمات من تحقيق القراءات تشجيل التحقيق من الوقت وعلى أن يتم إبقاط التحقيق من تحقيق القراءات تستخدمات تحقيق التنظيم تستطيع إستغبالك أشكر شكرا لكم ويجعلهم في Gazprom العالم. . . أحسنتنا ، . . . كما تقول في صماليا في صماليا، مرحبت لكي يجب أن تقول لكي تكونوا حقاً؟ نعم، فإن كنت أفضل مجالحة الأفضل، فإنكتش فتح بأسفل لكي تفضل. أفضل متأكد من أجل السنة و تشكينك ايضاً و تشكيني نفسك، شكراً لكي تفضل مجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخدف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وأن أم هاد ألينينا والألكن آدم مصطفى شيخ سامو أونالتشوكي كلمة كوابان النسي شرف أي نوتها يساقنا وحن الله أنها الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم فالمحمود الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله والمدعو له الإسلام والرجاله أما بعد وحنو ديسوكو تبيرينا كلانكي نوغو مقعدارنا كلانكي سيسوكوتين تولى لذي نيكا قايب غالي مصابقه دي شايق عالي سوفي اللبابة كوني يصدحي اللبابتنكا ونحان تنباركا وحاي بربار فاليا والاالكي كسعوداي دالك الليبيا وكالين تكووادنا قاتيو مقعي سليل الهدو عبد الحميد عبدالله قرو ويسوكو نيكي قاتي كالين تكوواد يضلقو ترطمي قراءاتك تضبضا أهي متواتركا مركا كوواد ونو تهنيا دين دوننا مركا لبعضنا السؤالي الروع كوبانا ينويدون دوننا أولا تهنيا من قناة الدعوة وأنا أتكلم باسم قناة الدعوة على هذا المركز أنك وجدت المركز الأول في جائسة الشيخ عالي سوفي للقراءات وهذا يعني توفيق من الله تبارك وتعالى وأيضا نحن نتشرف بجلوسك هذا قبل بعد هذا الدعاء بعض أسئلة بسيطة ما دمت أنت مسافر وستذهب عما قريب بإذن الله كيف كان ترحيبكم في كينيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فبارك الله فيك على التهني أولا والتوفيق هو محط توفيق الله عز وجل حقيقة استقبال الإخوة هنا كان في كينيا يعني استقبال منذ أن وصلنا إلى بل قبل أن نصل إلى كينيا كان التواصل مع الإخوة الشيخ عبد الرزاق واستقبلونا هنا الإخوة في المطار ورافقونا في طيلة أيام المسابقة أينما ذهبنا ولم يقصروا في أي جانب من جوانب حقيقة وبذلوا كل ما في وسعهم فجزاهم الله خيرا وكتب أجرهم وجعلهم موزين حسناتهم سنة الله إليكم وأنتم أهل لذلك لأهل القرآن أهل الله وخاصته ونحن نتشرق بترحيبهم وأن يكونوا ضيوفا على هذا البلد السؤال الثاني وسؤال فرضي كيف كنت تتصور عن كينيا ولما جئت هل هناك شيئا يعني كلمة تقول عن هذا البلد والله وجدنا في هذا البلد حقيقة المسلمين وإقبالهم عن القرآن وعن المساجد يعني حتى الصلوات جميع الصلوات تكون المساجد ممتلئة يعني ما هو شيء يعني لم أكن أسمع به من قبل ولم أتوقعه حقيقة فأنسى الله أن يكثر المسلمين في كينيا وفي جميع بلاد العالم أجمعين اللهم آمين اللهم آمين السؤال الأخير قبل أن تقرأ علينا بعض آيات من كتاب الله عز وجل تقييمك لهذه الجائزة الدولية للقراءات الجائزة الشيخ علي صوفي وأيضا كلمة عن لجنة التحكيم حقيقة أنا لست أهلا للتقييم ولكن هذه المسابقة يعني منذ بدايتها في العام الماضي تابعناها على الموقع التواصل يعني كانت مسابقة قوية وهذه السنة كانت أقوى وستكون إن شاء الله في الأعوام القادمة أفضل وأفضل بإذن الله عز وجل هذا من توضع الشيخي هو أيضا قاري ومن يحملون كتاب الله عز وجل بالقراءات الواردة والمتواترة وله أن يقيم يعني ويقول كلمته عن الجائزة ونحن نتفضل بهذا أخيرا والإخوة المشاهدين للقناة دعوة دائما يحبون القرآن ويحبون أيضا القراءات المتواترة ونطلب من الأخ أن يقرأ علينا ما تيسر له من القرآن برواية ورش عن الإمام النافع المدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وبارك الله لنا في الآيات المبين وحا بربر كيغا فاليا ولالكي ولالكين عيسى عبدالله آدم وكسو جيدا دالكا كامرون ودقرانينو ودانكويا لقلبيتك أفريكا ولالكين وحينو ويدندونا سؤالة كوبا أولا أهنيوك بمشاركتك في جائزة الشيخ علي الصوفي وأنت كنت من القراء الذين شاركوا هذه المصابقة الدولية وكانت مصابقة كما شهد الجميع فائقة بنوعها وفريدة قبل أن تطرق عن الجائزة وعن كلمتها أسألك كيف كنت تتصور عن كينيا هذا البلد قبل أن تأتي وكيف وجدت المسلمين هنا الحمد لله رب العالمين الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأشكر الأخوة والأفاضل وأشكر قناة الدعوة على النقاط هذه الجائزة القصيرة وأشكرهم جزيلا الشكر والحمد لله رب العالمين أشكر الله على أن من عليها بهذا الفضل وحصلت على المركز الرابي في هذه المسابقة وأعود أن أشكر شيخي في دولة الكاميرون في مرينة كسري إن شاء الله وأشكر كل مشايخي الذين علموا القرآن وعلى رأسهم الشيخ فضيلة الشيخ اللقوني بكر أمر جزاء الله وعنا والمسلمين خير جزاء والتاهم الله بالسهة والعافية إذاكم الله خير فأولا قبل ما نأتي إلى إلى كينيا فكنت أتصور يعني أن هذه البلد هذه البلد لاجت فيها الكثير من المسلمون وكما أسمع عنها أنها بلد غير إسلامي ونسبة المسلمون فيها قليلة فتوقعت أن أجل الكل يتطب على طبيعة النصارى وكذا ولكن إنما وصل وصل المطار تغيرت الأمور تماما فأرى الكل بالزي الصومالي جلابية وطاقية فأقول أنها في هذا البلد الثقافة مسلمة وإلا الحمد منذ قدوم من المطار خرجنا من المطار إلى الفندق فأرى الكل في الشارع يلبس الجلابية وطاقية فقلنا الحمد لله هذا فضل من الله هذا فضل الله والجهود أيها أيها الله بارك فيهم الله بارك فيهم فكنت أتصور أن نسبة المسلمين في هذا البلد قليلة ونسبة الكفار كثيرة فيها فكنت أتوقع أن تؤثر عليهم صغافة النصارى والكفار ولكن ما أثرت عليهم وإلا الحمد وقدينوا حرية أنهم في المطار نعم نعم كنت تشاهد أيها كنت تشاهد ولكن حرية كاملة حرية في الدين كاملة والله الحمد عليكم أن تحمد الله على هذه النامة حرية الدين كاملة هنا في هذا البلد سيد الحبيب كيف كلمتك يعني عن الجائزة نعم الكلمة عن الجائزة نعم نعم فأولا أشكر في ذات الشيخ الجنرال الشيخ عبد الرزاق ومن معه في اللجنة ماشا فالشيخ عبد الرزاق يعني بدل كل جهدة فقط قام بعمل تقوم به دول فقط جمعية جمعية وتم عمل دول وإلى الحمد فنسأل الله من التهيب بالصيحة والعافية وأن هذه الجائزة هذه الجائزة الجائزة الشغل الصوفي كما قال علماؤنا أنها بدأت قوية وبدأت مفضونة بدأت قوية شوف كما أن الفر فيها فر واحد فر قراءات وفيه استشهاد أبيات الشاطبية و حتى كم من الأبيات من الشاطبية وغير ذلك فأن هذه الجائزة بدأت مفضونة ونسأل الله يمتل الشيخ برزاق بسيحة والعافية وأن يستوصي بوصية الشيخ المعصراوي قاله عم الوقف للشيخ للشيخ علي صوفي رحمة الله عليه لكي تستمر الجائزة ونسأل الله له ولمم معه والجميع الإخوة هنا استقبالوا استقبالا هافلا والإخوة في اللجنة جزام الله خير الجزاء أحسن الله إليك وبرك الله فيك أخيرا نترى أند وجمع المشاهدين من الإخوة أن تقرأ علينا ما تيصر لك من القرآن برواية قالول نعم برواية قالول عن الإمام نافع لدي نعم نعم أستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبارك الله فيك وأحسن الله إليك مع أننا نودعك بالله الذي لا تضيع وداعه وأظن ستصافر غدا أو الليلة بارك الله بارك الله أحسن الله إليك أحسن الله بارك الله برناميش نغمك عدار ناي سيغوتين تولى الله ترتيمي قرآن كريم كريم كريم